بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الخامسة عشرة من برنامج تعليم الفوريكس التحليل والإشارات العنوين 1. التحليل 2. الإشارات 3. تفاصيل الإشارات التحليل خصصنا الحلقة الخامسة عشرة من برنامج تعليم الفوريكس لتبيين موضوع التحليل والإشارات حيث أنه يلعب دورا أساسيا لنجاح الصفقات في سوق الفوركس ضرورة القيام بالمقارنة فيما بين التحاليل المتوفرة في السوق على كل مبتدئ في الأسواق المالية أن يقوم بمقارنة تحليله الشخصي مع التحاليل الصادرة عن المحترفين والتي تتضمن أزواج العملات وكذلك السلع تأتي أنواع التحاليل وفقا لأساليب مختلفة كما يلي حيث يتسنى للمتداول أن يختار الأسلوب الأنسب بالنسبة إليه 1- التحليل حسب المبادئ الأولية أي التحليل البسيطة مثل استخدام أسلوب المؤشر وخطوط الاتجاه العام 2- التحليل حسب أسلوب فهم السلوك السعري أو Price Action وهو يعتبر ضمن قائمة أفضل أنواع الأسليب في هذا الإطار 3- التحليل حسب أسلوب نظرية موجات إليوت 4- التحليل حسب أسلوب شوكة أندرو 5- التحليل حسب أسلوب نماذج الهارمونيك 5- للمزيد من المعلومات فيما يتعلق بكيفية وفاعلية الأساليب المذكورة أعلى 6- يمكنكم زيارة موغينا الإلكتروني 6- اقتراحنا لكم هو تعلم أسلوب فهم السلوك السعري 7- والقيام بمقارنة تحليلكم الشخصي مع التحليل الصادرة عن المحترفين 7- نقتره عليكم تعلم أسلوب فهم سلوك السعري بشكل جيد 8- وكذلك القيام بالتحليل ومقارنته مع التحليل الصادرة عن المحترفين في السوق 9- كي تسيروا في الاتجاه الأفضل 10- حيث تصرون أحيانا على أن الأسعار ترتفع فقط أو تنخفض حصرا 11- لكن عندما تقومون بالمقارنة فيما بين تحليلكم الشخصي مع تحليل الآخرين 11- سوف تدركون بأن رأيكم الأحادي لا يفيدكم دوما 12- ومن الأفضل أن تصغوا إلى الاتجاه المعاكسي أيضا 12- يوم السبت ويوم الأحد أفضل الأوقات للتحليل خلال الأسبوع 13- ينبغي القول بأن يوم السبت ويوم الأحد يعتبران كأفضل الأوقات للتحليل خلال الأسبوع 14- حيث أن الأسواق مغلقة وبالتالي لا يمكن القيام بإنجاز الصفقات 15- لذلك فيتسنى لكم أن تقوموا بالتحليل بأريحية 15- الإشارات 16- الإشارة عبارة عن فرصة لإنجاز الصفقة ما والتي يتم منحها للمتداول من قبل مقدم خدمة إشارات التداول في سوق الفوريكس 17- الإشارات تتمتع بأجزاء عدة تأتي أدناه 18- سعر المدخل وهو قسمان 19- السعر الراهن في السوق 20- في هذه الحالة يتم إنجاز الصفقات وفقا للأسعار الراهن في السوق 21- السعر في حالة الانتظار 21- في هذه الحالة لا يتم إنجاز الصفقات وفقا للأسعار الراهن في السوق 22- وإنما سوف تتم العملية عندما وصلت الأسعار إلى المستوى المطلوب من وجهة النظر المتداول تعتبر هذه النوعية أكثر شعبية لدى المتجرين لأنه توجد هناك فرصة أمامهم للقيام بإنجاز الصفقات بأريحية 2- سعر المخرج وهو قسمان حد جني الأرباح حد إيقاف الخسائر ينبغي أن تتضمن الطلبيات هذين الحدين لأن كافة التحليل والإشارات تعتبر عرضة للوقوع في الأخطاء فبالتالي يجب أخذ الحدين المذكورين أعلى بعين الاعتبار عند القيام بإنجاز أي صفقة عدم وضع حد جني الأرباح وحد إيقاف الخسائر للصفقات قد يؤدي إلى تكبيد المتاجرين أضرارا جم 3- الرمز هل تجتمل الصفقة على الذهب أو سلع أخرى أم أزواج العملات 4- مسار الاتجاه إلى أين يتجه مسار الحركة؟ 5- هل الصفقة تتضمن الشراء أم البيع؟ 6- الشراء إن مصطلح باي أو لانج يدلان على الشراء 7- البيع إن مصطلح سيل أو شورت يدلان على البيع مدى المخاطرة في أية الصفقة؟ مقدم خدمة إشارات التداول هو الذي يمكن أن يعلن عن مدى فرص نجاح الإشارات المرسلة من قبله حيث يتسنى له أن يكشف عن عدد حالات المصادقة على تلك الإشارات وأسبابها مما يؤثر ذلك بشكل مباشر على إدارة المخاطرة والحفاظ على رأس مال المتداول من التعرض للخسارة 6- تاريخ الصلاحية الإشارات ينبغي أن تكون تواريخ صلاحية الإشارات محددة بحيث يتيح للمتداول إمكانية تحديد مواعيد مطلوبة للقيام بإنجاز الصفقات 7- التحديث ينبغي أن يتم التحديث دوما حيث ربما قد تحدث هناك مستجدات 8- على سبيل المثال قد يتم إغلاق بعض الإشارات مبكرا سواء عند حالات جني الأرباح أو في حالة تعرض للخسائر أو في حالة ارتفاع مستوى الأرباح أم عند حالة الإغلاق لدى نقطة التعادل 9- كل ذلك لحالات التحديث التي يعلن عنها لاحقا من قبل مقدم الإشارات تفاصيل الإشارات أنواع الإشارات حسب مواعيدها المحددة قصير الأمد متوسط الأمد بعيد الأمد عامل الزمن يوزع الإشارات المرسلة إلى ثلاثة أنواع قصير الأمد متوسط الأمد بعيد الأمد حيث أن بعض هذه الإشارات لا يبحث إلا عن ثلاثين إلى خمسين نقطة لكل الصفقة بينما بعضها الآخر يبحث عن نقاط تتراوح ما بين أكثر من ثلاثمائة إلى خمسمائة نقطة أو حتى أكبر من ذلك لصفقة واحدة أنواع الإشارات حسب عدد الصفقات واحد الصفقة الواحدة الإشارة تتضمن نقطة دخول واحدة اثنان أكثر من صفقة في اتجاه واحد الإشارة تتضمن نقاط دخول عدة فعلى سبيل المثال عندما يرى مقدم خدمة الإشارات بأن أسعار البترول سوف تتراجع عند الوصول إلى ماء وأربعة يقوم بإنجاز الصفقة قيمتها ماء وأربعة وصفقة أخرى قيمتها ماء وخمسة كي يغلق الصفقتين عندما تصل الأسعار إلى ماء واثنان من الأفضل أن يكون اتجاه هذه الإشارات واحدا أي بعبارة أخرى أن تتضمن الصفقات موضوع البيع مثلا ولا تنجز صفقات البيع والشراء بشكل متزام أسعار الإشارات مختلفة وهي مرهونة بمقدمها حيث ترسل مجانا أو مقابل أجور تصل إلى 500 دولار أمريكي شهريا أساليب إرسال الإشارات واحد عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة هذا الأسلوب هو الأكثر احترافيا حيث يتسنى للمتداولين أن يحصلوا على المعلومات المطلوبة من خلال هواتفهم أن قال بسهولة وبسرعة فهو أفضل الأساليب اثنان عبر البريد الإلكتروني ربما لا يمكن للمتداول تلقي المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب مما يؤدي إلى إضاعة الفرصة ثلاثة النشر على الموقع الإلكتروني هذا الأسلوب أيضا يعاني من نفس الإشكالية التي شرحناها بالنسبة للإرسال عبر البريد الإلكتروني مدى الربحية والأرباح الشهرية هذا الأمر يتوقف على المتداول وإدارة المخاطرة وإدارة رأس مال المتداول حسب ما هو المطلوب لديه لنفترض كمثال على ذلك بأن متداولا يقوم باستخدام ثلاث إشارات لإنجاز صفقة ما والإشارة الأولى محفوفة بالمخاطر لكن الإشارتين الثانية والثالثة مربحتان ففي هذه الحالة إن كانت الإشارة الأولى خاطئة فإنها تكبد المتاجر رأس ماله بشكل كامل وأما إذا كانت هذه الإشارة ناجحة فسوف يؤدي ذلك إلى جني الأرباح ومضاعفة رأس مال المتاجر ينصح الخبراء بعدم المخاطرة على كل صفقة بمقدار يفوق 1% إلى 5% الحد الأدنى لرأس المال يتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال حسب مستوى الصفقات وحجم المعاملات بعض الإشارات تتضمن نقاط عدة أو البيب فينبغي أن يتناسب مستوى الصفقات مع مدى صعود النقاط أو ببوطها بعض أنواع الصفقات تتمتع بالحد الأدنى فعلى سبيل المثال إن الذين يتابعون إشارات تتضمن أربعماء نقطة أو خمسماء نقطة عليهم تأمين رأس مال قدره يتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دولار للتمكن من متابعة تلك الإشارات لذا ينبغي دراسة هذا الأمر بدقة قبل متابعة أي إشارة الانتباه توجد هناك نقطة هامة ينبغي أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالإشارات ألا وهي التزام المتداول بجميع الإشارات الصادرة عن مقدم خدمة الإشارات وعدم تفضيل بعضها على بعضها الآخر حيث أن اختيار بعض الإشارات وإهمال بعضها الآخر قد يكبد المتداول خسائر ثادحة بينما اتباع جميع الإشارات من شأنه أن يمكن المتاجرة من استدراك مدى فاعلية هذه الإشارات للمزيد من المعلومات المطلوبة حول الإشارات وكيفية استخدامها يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة